مساء الخيرة على كل مشاهدينا وحبايبنا في كل بيت وفي كل مكان عاملين ايه وحشتوني جدا 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 النهاردة موضوع حلقتنا هو مهم لكل فرط سواء كبير صغير تفل شاب لان الموضوع ده بيأثر علينا وعلى نفسياتنا هقولك انا بقى تعريبا نخش في الموضوع على طول ليه لما بنخش في علاقات بتفشل ليه ما بنقدرش نحافظ على علاقتنا مع الشخص اللي احنا بنحبه سواء بقى صاحب زوج حبيب أخ ساعات بنعمل حاجات بتسبب ان اللي قدامنا يبعد عنين وساعات الشخص ده هو اللي يعمل حاجات فاحنا ما نقدرش نكمل وبنبعد عنه فتعالوا نشوف ايه الحاجات دي عشان نتجنبها وما نفكدش حد احنا بنحب واول حاجة هي اساس اللي بيتبني عليها اي علاقة وهي السيقة السيقة دي اساس اي علاقة فاي حاجة ساعات بقى احنا بنعمل حاجات بتخلي اللي قدامنا يفكد السيقة فينا زي الكذب انك تجذب علي اللي قدامك حتى لو كانت كذبة صغنططة كده وشايف ان هي ايه زي ما بيقولوا كذبة بيضة شخص لما بيحب حد تلقى ايه بيسك فيه ولما يسك فيه هيبقى مصدقه في اي حاجة يقولها او اي حاجة يعملها ومش هيبقى مديله اخوانا خالص ويقولك يا عم ده يجذب عالدنيا كلها ايه لانا ازاي يعني يجذب علي فلما يكتشف ان انت كذبت عليه في حاجة زي كده هو مش هيزعل عشان انت كذبت عليه في حاجة او انك انت اديت له معلومات غلط لا هو يزعل ان انت انت اللي كذبت عليه انت الشخص اللي انا بسك فيه جدا اللي انا عمري ما خونته او حتى اديته سنة شك فبعد كده مش هيقدر يسك فيك بالطريقة اللي كان بيسك فيك فيها او هيصدقك على طول هيبقى فيه دايما شك في الموضوع والله اعلم بقى بيصادق ولا بيجذب زي ما كده بقبل كده فشفت حتة الكدب عملت ايه وخلت اللي قدامك يفكد السيكة فيك ازاي وكمان في حاجات برضو تانية بتخلي اللي قدامنا يفكد السيكة فينا انك توعد اللي قدامك وما تصدقش في وعدات بقى انك قلتلكو لما حد بيحب حد تلقائب يسك فيه ولما يسك فيك هيبقى واسك ومتأكد وعشمان جدا ان انت تنفذ له الحاجة دي واللي انت وعدته بيها فتيج انت ما تنفذها لوش ويلاقيك اللي انت هوته اللي هو خدته على قد عقله وماشي ماشي هنفذلك اللي انت عايزه وما نفستهاش فساعتها هيضايق جدا ويزعل وبرضو مش هيصدق لك اي وعود تنفذها وغير كده الكدب والوعود اللي هي ما بنتنفذ قادرة ان اللي قدامك يبعد عنك ويكريفك كده واللي هو يتقفل منك مرة واحد فبلاش نخلي اللي قدامنا يفكد السيكة فينا عشان نحافظ على علاقتنا تاني حاجة وبرضو دي بتكون سبب فشل العلاقات هي عدم الاحترام ان الشخصين يفكدوا احترامهم لبعض وده اللي احنا بنشوفه كتير بين الازواج مثلا بين زوج وزوجها قامت خناقة بينهم بسبب اي مشكلة ولا حاجة يقوم الزوج بقى لا انت وابوكي فيه بقى الست المحترمة اللي بتسكت وبتاخد في نفسيتها وبتزعل وفيه اللي بترد عليه تقوله انت وابوك وامك وعيلتك كلها وتقوم بقى خناقة وبيفرجوا عليهم الناس والشرع ويعودوا بقى يدبوا في بعض في الحالات اللي زي دي ساعات جدا بتستمر العلاقة مش هقولك هيبعدوا عن بعض ويتطلقوا وتتفشك لا بتستمر كتير جدا زي ما احنا بنشوف بس بيعيشوا حياته عيسة جدا مش هيكونوا مبسوتين لانهم مش هيشتموا في بعض وبس هيبدأوا يعيبوا في بعض وكل واحد بقى يشوف يعيوب التاني ويعود يزلوا بيها ويعود يتلكك للتاني وانت ما بتشوفي الشغل الكويس في البيت وانت ما بتصرفش اصلا جيني وبص على طول بقى خناء وخناء وخناء وكمان غير كده الحوار ده ما بيحصلش بين ازوجه بس بيحصل بين الصحاب بيحصل بين الاخوات اي خناء ما بينهم بيعودوا يهينوا ببعض بس اللي انتو بتعرفوش ان الكلام ده بيجرحهم جدا والكلام اللي بيجرح ما بيتنسيش حتى لو فات عليه كام سنة فبلاش نجرح بالكلام وبلاش نقذ بعض ونبوز علاقتنا ببعض تالت حاجة برضو اللي بتكون سبب في فشل العلاقات انك انت تحس ان انت ضمنت اللي قدامك اتضمنه بقى ايه لما تحس ايه وتعرف ان هو قد ايه بيحبك وما يقدرش يستغنى عنك فانت بقى تقول خلاص بقى ده بش يبعد عني بقى لبقى ما اعمل عمره ما يقدر يبعد عني اصلا فتيجي تهمله وما تبقاش ولا تهتم بيه زي الاول بزيادة ولا تحب تعرفه وبيحب ايه او مثلا تفرحه ازاي اللي هو كده كده معايا خلاص بيحبني فساعات انت بتزعله ويغون عليك زعله عادي وتسيبه وتقول لنفسك عادي كده كده ومن وهيرجع لي تاني ده ما اكاك مش هقدر يستغنى عني فبرضو الحتة دي لوحدها بتكون سبب فشل علاقات كتيرة جدا لان انت لما تهمله انت اوه انت بالنسبة لك ارتحت فانك انت مش هتهتم وكده لكن هو من جواه مش هيكون مبسوط وبرضو قادر ان يبعد عنك لان انا انا مثلا بحب اللي قدامي وبهتم بيه جدا ونفسي فرح واعمل له كل حاجة هو اللي قدامي ما بيهتمش بيه خالص ولا بيحبني بنفس الحب اللي انا حبته له ما نبعد احسن واشوف حد يقدرني ويقدر الحاجة اللي انا بعملها دي فبلاش برضو ببوز علاقاتنا بكده رابح حاجة وبتحصل برضو كتيرة وهي العند انك تعاند بقى اي اتنين دلوقتي بنشوفهم بتكون سبب خناقاتهم وخلافاتهم بتكون اكترها هي العند ان كل واحد فيهم يعاند وساعات منهم يكون فيه شخص عارف ان هو الغلط واللي قدامه ده هو اللي صح بس لأ انا هكابر وعاند اصد بقى هعاند وخلاص فساعات بقى بنلاقي ايه هتديك مثال الراجل مثلا لما يجي يقول حاجة ويقولك لأ انا كلمتي لازم تمشي مش كلمتي بقى هتمشي عشان انا الصح لأ او مراتي مثلا ايال生活 غلط لا انا كلمتي هتمشي عشان انا الراجل فانا هعاند وخلاص انا كلمتي هتمشي ازاي أنا كلماتية وتمشيش والستة هي الكلماتة تمشي فيعمل لك كده بقى فعشان كده العند بيكون سبب كبير جدا في أي خلافات أو أي مشاكل خامس حاجة دي أكتر حاجة برضو بتحصل وهقول لكم عليها بس بعض الفاصل استنوني هناخد فاصل صغير وراجع لكم تاني سواء أنا وراجع لكم تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل من جديد وكنا وصلنا لخامس سبب في أنه هي بتفقد بتخلي العلاقات تكون فشلة وبتسبب أن حبيبنا أو حد بنحبه أو غالى علينا بيبعد عندنا خامس سبب أن إحنا مثلا بنخش في علاقة محد وإحنا شايفين أن في حاجات مش كويسة وفي حاجات أنا مش حبيبها في أو في أي شخص بس أنا بقول لنفسي لا أنا أكيد أغيره للأحسن ويكون كويس بس ده عمره ما هيحصل إحنا بشر مش ملايكة فلازم تبقوا متصلحين أني زي ما فينا عيوب فينا مميزات وفينا الحل وفينا الوحش فما فيش حاجة اسمها أغيره هي مش آلة هتاخد منها وتحط اللي أنت عايزه على مزاجك فلما تخش في علاقة زي دي وتلاقي نفسك مش قادر تغير اللي قدامك وزي ما هو أنت بتبقى مش مبسوط ومتضايق ولا مش ده اللي أنا كنت متخيله فبتكون برضو علاقة فشلة وساعات برضو الحوار بيبعدوا عن بعض بسبب الحوار ده سادس حاجة وهي الغيرة الزايدة وحب التملك الكلام على الرجالة بقى أنك أنت تغير قوي ده لوحده مش هيسبب مدايقة لللي قدامك بس لا هيسبب لك أنت كمان لأن أنت لما تغير دايما بلك هيكون مجهول بقى أو يا طرى بتعمل إيه أو يا طرى خرجت مع مين طب يا طرى خرجت مع دول بجد ولا مع حد تاني طب لا أو بدا وحب التملك أن أنت بتبقى عايز اللي قدامك ده لك لوحدك اللي هو يقعد معي يتكلم معي ما يصحبش غيري ما يخرجش مع غيري ولأ بس ده عمره ما هيحصل فهتلاقي اللي قدامك خرج أو عمل أي حاجة فأنت هتبقى مدايق جدا وعايش مش مبسوط وغير كمان من يسبب للي قدامك اللي أنت بتغير عليه ده خنقى وزهق لأنه هيبقى شايف أن أنت متحكم قوي وأنه هو مش واخد راحته وكابت على حريته فهو مش هيكون مبسوط وبيكون سبب جدا في أن اللي قدامك يبعد عنك وده اللي بنشوفه أغلبيته بين المرتبطين والمخطوبين اللي يكون الراجل أكتر الغيرة تكون من الراجل بيكون شادد قوي أو أنا بغير طبع لا عشان بحبك وبتاع بس ما فيش حاجة اسمها كده كل واحد برضو بيبقى عايز مساحته عشان يقدر يتعامل فبلاش نغير قوي يعني ويبقى الطريقة حلوة ويبقى الواحد بيفرح لما بيلاي اللي قدامه بيغير عليه لكن لما بتزيدها عن حدها بيتقفل وبيتخنق فبلاش سابع حاجة وهي بقى الانترنت وكلامنا بقى بقى كله شات وواتسوم وزيدجر والصراحة محرمناش بقى من حاجة عايز أعرف حاجة من حد عايز أكلم حد عايز أحكي حاجة لحد فسواني بقى على الشاتات بقى على طول بش لسه بقى هنلبس وننزل ونتقابل لا الانترنت مساهل كل حاجة بس للأسف ده بيبقى ليه سلبيات كتيرة في العلاقات وأولهم أنه هو بيسبب خلافات وأنه يكون في سوق تفاهم لأنه أنت لما تبقى تقابل حد وبتكلم معاه وش الوش كده ووجهاً لوجه غير أنه أنت بتبقى سامع الكلام بتاعه بتبقى شايف طريقته وإسلوبه اللي بيوصل لك بالمعلومة فبتقدر تحدد بالزبط هو قصده إيه من الكلام على عكس الشات اللي أنت بتشوف الرسالة فيه وهو ما بعثي لك أنت ممكن تشوفها وهو بعثي لك بنية صفية جداً ومش قصده حاجة وتشوفها كأنه قصده يديقك وقصده حاجة فبيكون دي سبب جداً في أن العلاقة تبوز وكمان أنه نقابل حد ونتكلم معاه ونهزر ونشوف رأكشاناته على المواقف والضحكة والنظر في العين ده الواحده بيولد مودة وبيكون فيه ألف ما بيننا وبين بعضينا فبيخلي العلاقة متربطة جداً وإن إحنا ما نقدرش نستغنى عن بعض فلما الإنترنت جيه والشاتات والحاجات دي ما بقاش علاقتنا قوية ببعض فبيبقى ممكن حيحصل أي خلافات يلا بلوكوا مع السلامة يعني مش هيحصل حاجة فهي دي كانت أكتر الأسباب اللي بتخلي علاقتنا بتفسد وبتبوز مع الأشحاص اللي إحنا بنحبها جداً وغير ما بيبقى فيها أسباب تانية بس أنا حبيت أقولكوا أكتر حاجات يعني وكده ويارب بتكون الحلقة النهاردة عجبتكم واستفدتم منها وإن شاء الله تستنوني في حلقة جديدة واستنوني بإذن الله في برنامج دقيقتين وبس مع السلامة